انتهت الأعمال الكبرى لمئذنة جامع الجزائر التي يصل ارتفاعها إلى 250 مترا فيما ينتظر أن تفتتح قاعة الصلاة أمام المصلين في نهاية العام الجاري ويصل ارتفاع المئذنة التي صممت بطراز مغاربي إلى 250 مترا بينما يبلغ عمق أوتاده الأساسات 45 مترا ويضم المشروع قاعة للصلاة تتسع لمئة وعشرين ألف مصل ومئذنة مشرفة على خليج العاصمة وساحة خارجية ومكتبة ومركزا ثقافيا ودارا للقرآن وحدائق وحظيرة للسيارات ومباني للإدارة والحماية المدنية والأمن وفضاءات للتجارة والإطعام وسيضم الجامع كذلك متحفا للفنون والتاريخ الإسلامي مع مركز دراسات في تاريخ الجزائر